السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانيا في سلسة محاضرات اللافقريات موضوعات متقدمة في اللافقريات لطلبة الماجستير بقسم علوم الحالة كلية العلوم جامعة الواقضات فرع الحيوان هذه المحاضرة هي المحاضرة السابعة وهي تكملة للمحاضرة الـ Neuro Endocrine System of Invertebrates الـ Neuro Endocrine System في الـ Neuro Endocrine System وحنأخذ أولا الـ Neuro Endocrine System الخاص بالكشريات في الكشريات الماجر Neuro Endocrine System يتكون من ما يسمى بالـ X-Organ X-Organ هذا X-Organ هو عادة ما يرتبط بالـ Neuro Heamer Organ وهنا لك أيضا ما يسمى بالـ Sinous Gland إذن يتكون Neuro Endocrine System في الكريستيشي من أولا الـ X-Organ والـ Sinous Gland كل من الـ X-Organ والـ Sinous Gland يقعان في الـ Eye Stalk التي تلاحظها حضراتكم في الرسم أوكي مع بعضها تسمى بالـ Eye Stalk Complex يعني كل من الـ X-Organ والـ Sinous Gland الذان يقعان في الـ Eye Stalk يسمون أو يسميان بالـ Eye Stalk Complex هذه الـ 2-Endocrine Gland معروفة بشكل واسع وهنا لك أيضا ما يسمى بالـ Y-Organ والـ Endrogenic Gland إذن يتكون الماراثاني الـ Endocrine System من الـ X-Organ الـ Sinous Gland كلاهما يسميان بالـ Eye Stalk Complex وهنا لك أيضا ما يسمى بالـ Y-Organ والـ Endo الـ Endo الـ Endrogenic Gland كلاهما يسمى بالـ كلاهما يسمى بشكل عام هناك العديد من الـ وظائف التي يتم السيطرة عليها من قبل الـ Hormones من قبل الـ Hormones من ضمن هذه الـ Function التي يتم السيطرة عليها من قبل الـ Hormones هي الـ Color Change الـ Retinal Pigment Migration الـ Growth & Molting يعني الانسلاح والنمو الميتابوليزم على الميليات العيضية والـ Reproduction العمليات التكاثورية وأخيرا الـ Development التطور والحفاظ على الـ Maintenance of secondary sex characters والحفاظ على الصفات الجنسية الثانوية هذه كلها تنظم من قبل الـ Hormones في الكريستيشي الـ Hormones في الكريستيشي يمكن تقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى تسمى بالـ Energetic Hormones والمجموعة الثانية تسمى بالـ Metabolic Hormones المجموعة الأولى لـ Energetic Hormones هي التي تكون مسؤولة عن الأورغنز مثل الكروماتوفورز والعضلات هي التي تكون مسؤولة تسيطر على الإفكتر أورغنز اللي هي الكروماتوفورز ويعني حاملات الأسباغ والمسلز والعضلات أما الـ Metabolic Hormones فهي التي يمكن أن تسيطر على السيكونسيز أو على سلسلة تعالات أو مراحل النمو Growth والـ Development and Reproduction والتطور والتكاثر إذن هذه هو النوعين الأساسيين للـ Hormones في الكريستيشي X-Organ Sinus Gland Complex هذا الـ X-Organ Sinus Gland Complex يقع في الـ Eye Stock اللي حضراتكم يمكن شفته بالرسم في بداية المحاضرة هذا العضو يمرر إفرازاته إلى الغدة الجيبية إلى الـ Sinus Gland والتي تعمل كمركز إطلاق في الدم يعني هي Release Center في الدم ثابت أن هذه الـ Hormones التي تم تحريرها من السينسي جلان تؤثر على كل من الآتي تؤثر على المولتينج والـ Gonal Development تؤثر على الإنسلاخ وعلى تطور أعضاء التنسلية وأيضا تؤثر على الـ Water Balance على التوازن الماء أيضا تؤثر على نسبة الـ Glucose في الدم Blood Glucose وأيضا تساعد أو تؤثر على تقلص الخلايا الصبغية في الجسم وأيضا تؤثر على تقلص الخلايا الصبغية وتؤثر أيضا في شبكة العين إذن هذه هي وظائف الـ X-Organ Hormones التي تفرز أو secretions بشكل عام التي تفرز من X-Organ complete يقع الـ Y-Organ يقع في الجزء الفكي من الدكابوتس وهو مصدر هورمونات المولتينج هورمونز هو مصدر إنتاج هورمونات الإنسلاق أو ما يسمى بالـ SD-Steroids هذه الـ SD-Steroids والمولتينج هورمونز تقوم بتحفيز الإنسلاق في هذه الكشرية ويمكن أيضا تعزز المولتينج يعني تقوم بتحفيز المولتينج وتتفاعل مع الهورمونات المتبطة أيضا تتفاعل مع الهورمونات المتبطة للإنسلاق والتي تكون مفرزة من قبل العضو X من قبل الـ X-Organ The Brain and Thoracic Nerve Centers هذه الـ Nerve Centers تقوم بإنتاج هورمونات التي تقوم بتحفيز عملية تطور الـ 6-Organ كل من الخاصة والمبايد هورمونات معينة تقوم بتحفيز الـ Development of the 6-Organ تفرز من قبل الـ Brain and Thoracic Nerve Centers طبعا هناك مجموعة من الغدد المرتبطة هناك مجموعة من الغدد المرتبطة بالقناوات التنسلية الذكرية تتحكم في تطور الجهاز التنسلية الذكري وإن إزالتها من الذكور في المراحل عندما يكون الـ Young male ستجعلها تتحول إلى أنثى بالمقابل يعمل المبيض الأنثوي أيضا كجهاز يعني غدد صماء كـ Endocrine System تتحكم مفرازات الغدد الصماء في تطوير الجهاز التنسلية للأنثى أوكي في الأندروجينيكي قلاند فهي توجد في أنواع متعددة من القشريات يمكن أن توجد أو لوحضت في الأيزوبود في الأنفيبود في الديكابود كل هذه الأنواع التابعة لهذه المجامع شهدت أو لوحضت الأندروجينيكي قلاند لوحض أيضا أنه الأندروجينيكي قلاند تقوم بتنظيم regulation of male differentiation بعملية التمايز الذكور تنظيم تمايز الذكور التمايز الجنسي التمايز التي تصبح بالغة أما بالنسبة للإينات فهي تقوم بعملية Inhibition of female differentiation فإذا عملها في الذكور هو عكس عملها في الذكور حسنا الحضرات كنتم تلاحظون هنا التوزيع الغدد الـ Endocrine أو Neuroendocrine Glands في القشريات بشكل عام يمكن أن تلاحظون Y-Organ Sinus Glands والـ Endrogenic Glands كل هذه الغدد يمكن أن تلاحظ في هذا الرسم بالنسبة للصنف الحشرات كلاس إنسكته نلاحظ أن في هذا الصنف توجد Neurosecretary Neurohemal and Euroendocrine System موجودة جميعها في هذا الصنف طبعا الصنف الحشرات كما تعلمون وهو صنف يعني كبير وواسع وفيه أرواح عديدة فإلذلك يمكن أن نلاحظ هناك حتى تنوع في Neurosecretary Neurohemal Neuroendocrine Structure كلها موجودة في هذه المجموعة الحيوانية Neurosecretary Center موجودة بالبراين هناك سفر Neurosecretary Centers أكبرها The largest being The parts Intercerebralis Intercerebralis هذا أكبر Neurosecretary Center موجود في دماغ الحجرات Intercerebralis ويوجد أيضا هناك الزوج من Corpora Cardica Corpora Cardica هذا هو مفردها هو Corpus Cardicum أوكي فإذن هسا عدنا شنو عدنا Intercerebralis وعدنا زوج من Corpora Cardica وعدنا أيضا زوج من Corpora Alata المفردها هو Corporas Alata هذه Corpora Cardica والCorpora Alata يعني شنو يعني يقومون بخزن الـ Neurohormones التي تفرز من قبل الدماغ زين Stored Brain Neurohormones كما أنها يمكن أن تقوم بـ يعني إفرازات معينة لأنها تحوي على Endocrine فهي أيضا تقوم بمهام Endocrine لأنها تحتوي على Endocrine طبعا أيضا هناك يحتوي الحبل العربي البطني اللي هو Ventral Nerve Cord والعقد المصاحبة الـ Associated Ganglia تحتوي على Neuro-Secretary Cell على خلايا أفراز عصبي أيضا إذن Ventral Nerve Cord والغنقلية المصاحبة له والعقد المصاحبة له تحتوي على خلايا أفراز عصبي ولها أيضا أعضاء يعني Neurohimal organ لها أعضاء التي من نوع Neurohimal organ ومثالها هو الأعضاء الـ Parasympathetic organ الـ Parasympathetic organ مثال على ذلك وهي موجودة على طول الحبل العصبي البطني هذه الـ Parasympathetic organ موجودة على طول الحبل العصبي البطني وهي أيضا تحتوي على خلايا أفراز عصبي ولها أعضاء العصبية The Insect Endocrine System The Insect Endocrine System ينتج له القابلية على إنتاج Neurohormones وله القابلية أيضا على أفراز الهورمونات كلاهما يعني يمكن أن يسيطروا على عملية المولتينج الانسلاح والديابوز اللي هي عملية التهيئ والريبرودكشن التكاثر وعملية التنظيم الأزموزي الأزموزي بالإضافة إلى كل من الميتابوليزم والمسل كونتركشن العملية الأيض عمليات الأيض وعملية التقلص العضلي كلها يمكن أن تكون تحت سيطرة الهورمونز والنيوروهورمونز في الحشرات يمكنكم ملاحظة كل من الكوربوس كارديكم والكوربورا كارديكم والكوربورا كارديكم والكوربورا ألاتا ويمكن ملاحظة أيضا من النيورو سيكريتوري سيلز اللي موجودة في دماغ الحشرات في هذه الصورة في هذا الشكل نخذ العمليات التي يسيطر عليها الهورمونات مثلا الانفلاق والميتابوليزم والديابوليزم والديابوز وإلى آخره ونلاحظ ما هي الهورمونات التي سيطر عليها أو ما هي الميكانيكيات التي تسيطر على هذه الهورمونية الميكانيكات الهورمونية التي تسيطر عليها أولا هنأخذ المونلتينك بالنيورو هورمونا اليورو هورموا التي تسيطر عليها أملية الإنسلاة في الحشرات هيا شنو، هيا تفرز منقبل البارس انترسوربريليز تفرز منقبل البارس انترسوربريليز وتُجزن في الكوربورا كارديكة أو في الكوربورا آلاتا حسب نوع الحشرة تفرز من قبل وتخزن فى الكوربورا كارديكى والكوربورا الطريق طبعا اعتمادا على نوع الحشرة تفرز وتخزن في فيخزن لكوربورا كارديكى وتفرز في الترسي برائل وتوقفز في الترسي برائل وتبقى في الكوربورا الطريق الاتة البرين هورمون اللي حجينا عليها قبل شوي هو يمكن أن يعرف باسم the prothoractotrophic هورمون اللي هو PTTH وهو من الهورمونات المعروفة في الحشرات هذا stimulates the prothoracic gland هو يحفز الprothoracic gland التي تسمى ايضا بالاسيديسيال هي المسؤولة عن عملية عن عملية الانسلا بالمقابل هذا الprothoracic gland تفرز استيرويد اكدوسون تفرز في استيرويد هورمون يسمى بالاكدوسون اللي هو يعتبر المولتين هورمون الاجتوال مولتين هورمون الذي يعتبر هذا الاستيرويد اكدوسون يعتبر الاجتوال مولتين هورمون هذا كلش مهم هذا الكلام كما قلت لكم في الفلاج السابق هو هو الذي يقوم بالاعاد ببدء الحشرة في التخلص من البشر القديمة الطريبة زيان هذه هو الكوتيكل الاكسوسكريتون الخارجي طبعا الحجم هو الذي حجم يعني من توصل شون هو شون يؤدي الى تعفيز هذا الهورمون وبدأ بعملية المولتينج ازياد حجم الحشرة نفسه هو اللي يفعل تعفيز هو اللي يفعل تريكارينج للمولتينج خصوصا في بعض نواع الحشرات مثل اللي بيدوبتير اللي هو العث والفراش هنا على رغم نهو الميكانيكي غير معروفة بس ازياد الحشرة بالحجم هو الذي يفعل استيمولايتينج للإكتوسي بالإسيدوستون بالإفراز والذي يبدأ بالشروع بالتخلص من البشر القديمة الصالبة واضح ماذا يحدث في الحشرات الغير الناضجة في الحشرات الغير الناضجة يتم إفراز هورمون يسمى بالجوفينايل هورمون يفرز هورمون في الحشرات الغير الناضجة يفرز هورمون يسمى بالجوفينايل هورمون هذا الجوفينايل هورمون يفرز من قبل الكورپورا قبل كل انسلاخ هذا الهرمون ما هو الاخشن ماذا يفعل هذا الهرمون في الحشرات غير الناظج هذا الهرمون يقوم بتثبيت الجينات المسؤولة عن تطوير خصائص الحشرات البالغة الادلت كاركترستيك خصائص البلوغ مثل الاجنحة والاعضاء التناسلية اللي هي الربروديكتف سيستيم والأكستنر جينيتيريا حتى الاعضاء التناسلية فتحات التناسل الخارجية هو يتحكم بها هذا الجين مما يجعل الحشرة غير ناظجة لا يسمح هذا الهرمون لا يسمح بشنو لا يسمح بأن يجعل الحشرة يبقيها حورية أو يراقة يبقيها غير ناظجة الكوربورا تصبح ضامرة فيما بعد يصيبها الضمور يصيبها الانكماش وتضمر نهائيا متى يحدث هذا الضمور؟ يحدث هذا الضمور خلال المراحل اليرقية الأخيرة يحدث خلال المراحل اليرقية الأخيرة وعنده إذن يصيبها اليرقية الأخيرة لا يفرز اليرقية الأخيرة مجددا وبالتالي المولتنج الأخيرة يتحول فيه اليرقية إلى بالغة ليش؟ لأنه هورمون الجبنية الهورمون توقف عن الإفراز لماذا توقف عن الإفراز؟ لأنه صار ضمور في الكوربورا ألاتا واضح؟ فيما بعد يعني بعد أن صارت الحشرة هنا يعني حشرة كاملة ولكنها ليست ناضجة واضح؟ أنت تقترب من مرحلة النضج الجنسي تقترب من مرحلة النضج الجنسي يعني قريبة فيه من مرحلة البلو تطلق الخلايا الإفرازية العصبية اللي هي البرين نيورو سيكريتري سيالس تفرز البرين هورمون تفرز ما يسمى بهورمون الدماغ الذي يعيد يسوي ريكتيفيتس يعيد تنشيط عصب الكوربورا ألاتا ممكن نصر بيضمور بعدين شنو يصير بيه تنشيط من جديد مما يحفز مرة أخرى إنتاج الهورمون الجوفينايل هورمون مجددا مما يحفز إنتاج الجوفينايل هورمون مجددا ما هو الدور هذا الجوفينايل هورمون بالنسبة لبعض الباريغات في الإنات الباريغات يقوم الجوفينايل هورمون بتحفيز إنتاج اليولك for the eggs في الأدلت ميل في الذكون البالغين يقوم هذا الجوفيناير الهورمون بتحفيز بعض الغدل لإنتاج البروتينات اللازمة للسائل المناوي في حالة الحيوانات المناوية في غياب إنتاج هذا الجوفيناير الهورمون عندما يغيب على فلط لأي سبب من الأسباب يبقى طبعاً يعني سوها تجريبياً يبقى البالغ عقيماً جنسياً أوكي نأتي إلى دور الهورمونات في مرحلة التهيئ أو يسموه الدايابول في الدايابول في التهيئ ماذا يحدث؟ يحدث أنه تدخل بعض الحشرات مرحلة التهيئ أثناء النمو الدايابول يتميز هذا الدايابول بوقف النمو والتكاثر أوكي وانخفاض المحتوى المائي ساعدهم جفاف وانخفاض الأنشطة الأيضية وعادة ما يسبقه شنو؟ يسبقه أكيوميليشن أكيوميليشن أوف نيوتريينتز تراكم وغذيات هذا يؤدي إلى تراكم أو إلى تضخم الأجسام الدهنية الجسم الدهني في الحشرة هو عادة يكون من خلايا تتكون من خلايا خاصة للتخزين يتم توزيع هذه الأجسام الدهنية في أنحاء مختلفة من الحشرة قد تكون في الهيموسوير في قريب البشرة أو في الأعضاء الهضمية أو في المباير أو قرب المباير أوكي تتسبب العوامل البيئية مثل درجة الحرارة الفترة الضوئية توفر الغذاء في تخزين الهرمونات العصبية وتصبح الكوربورا راتا غير نشطة في مرحلة الدايابول كيف ينتهي الدايابول ينتهي الدايابول عندما تعكس الظروف البيئية التي تسبب في الدايابول بس قصة في مرحلة الدايابول اللي يصير شنو يصير إنه الكوربورا الدايابول تصبح غير نشطة كيف يمكن أن ينتهي الدايابول How the diapos terminated أوكي الجيوبيناير الهرمون يعتقد بأن الجيوبيناير الهرمون هو الذي يمكن أن ينهي الدايابول وعلى الرغم من أن في بعض الحشرات هذا الهرمون وأقصد به الجيوبيناير الهرمون يمكن أن ينهي الدايابول فإنه في بعض الحشرات الأخرى يمكن أن يؤدي إلى Triggering of the diapos والذي يبدأ أو الذي يحفز على الدايابول في حشرات أخرى طبعا دولة حياة مهمة في تحديد دولة الجيوبيناير الهرمون في الدايابول فعلى سبيل المثال في الدايابول الذي تمور به الإيميغو اللي هو يسمى Imaginal Diapos حيث يتوقف التكاثر في مرحلة الإيميغو في مرحلة الإيميغو ومرحلة الإيميغو هي المرحلة الأخيرة التي تصل إلى الحشرات لتحولها وعملية نموها وتطورها وتسمى أيضا مرحلة الخيالية وهي المرحلة التي تصل فيها الحشرات إلى النضج والتي تلي الانسلاح الأخير في هذه المرحلة في الإيميغو يؤدي غياب الجيوبيناير الهرمون إلى الدايابول يؤدي غياب الجيوبيناير الهرمون إلى حدوث الدايابول إذا الحشرات مختلفة حسب مرحلة حياته وحسب نوعه وإلى آخره في الموضوع الريفروديكشين أو الفعاليات التي لها علاقة بالتكاثر في بعض الحشرات في بعض أنواع الحشرات تفرز أو يفرز يقوم بفراز هرمون عصبين يعني نيورو هرمون عن طريق الجسم الدهني نيورو هرمون عن طريق الجسم الدهني اللي هو شي يسوي هذا الهرمون يقوم بتحفيز الفيتيلو جينيسيز من خلال الجسم الدهني ما هو الفيتيلو جينيسيز الفيتيلو جينيسيز الفيتيلو جينيسيز هو هو تخليق الفيتيلو جينيين هو عملية تخليق الفيتيلو جيني ما هو الفيتيلو جينيين الفيتيلو جينيين هو عبارة عن بروتين تصنع منه البويضة بروتينات البيض تصنع منه البويضة بروتينات البيض هذا النيورو هورمون يتم تخزينه اما في الكوربورا كارديكا او في الكوربورا الاتا اعتمادا على طبعا نوع الحشرة يتم تعزيز امتصاص الفيتلوجينين من المبيض بواسطة الجوفينايل هورمون اذا هنا الجوفينايل هورمون هم الى دول في عملية الفيتلوجينين وهو يقوم بتعزيز امتصاص الفيتلوجينين من المبيض بينما في معظم انواع الحشرات جوفينايل هورمون يمكن ايضا ان يقوم بعملية التحفيز تخليق الفيتلوجينين هناك ادلة كثيرة هناك ادلة كثيرة على ان الهرمونات العصبية الاخرى اثر نيورو هورمون التي تفرز من قبل الجزء الداخلي من الدماغ اللي هو انترسربراليس بارس انترسربراليس يمكن ايضا ان تؤثر على عملية التكاثر يمكن ان تؤثر على عملية التكاثر يحضب بعض هذه الهرمونات الانسجة الاخرى على افراز الفرمونات بعض الانسجة تحضب بعض الانسجة لتحضب بعض الانسجة هذه الفرمونات تؤثر على السلوك التناسر اللي الافراد الاخرين يعني انفلوانس اه بروديكتف بهايوير فور اثر اندفوجوال يعني شنو يطلق هذالفرمونات من حيوان المعين ليؤثر على السلوك التكاثر للحيوان الاخر قد يكون هم قارينه اوكي في ذبابة اللي هي تابعة الجنس تفرز هذه الذبابة هرمون عصبي يتم اطلاقه من قبل الكوربورا الاتا هذا الهرمون يقوم بتحفيز الميلكي غلانت الذي ما هي الوظيفة الميلكي غلانت في هذه الحشرات الميلكي غلانت في هذه الحشرات تقوم بتوفير الغذاء المناسب لليرقات النامية غدة الحليب ميلكي غلانت هي عبارة عن نسيج فريد من نوعه يوجد فقط في رتبة الدايبترا ويوجد فقط في الانواع التابعة للسوبر فاميلي هايبوب بوسكويدية اوكي والذي كما اسلفنا يقوم هذه الغدة بتوفير التغذية لليرقات النامية ويكون تحفيزها عن طريق هرمون عصبي يتم اطلاقه من قبل قبل الكوروتا من قبل الكوربورا العطا يقوم يقوم بالنيورو هرمون هو يحفز الملكي غلانت جميع الحشرات تنتج هرمون يسمى بال دايوريتك هرمون والعديد منها العديد منها ينتج هرمونا مضادا للتخلص من السوال يعني الدايوريتك هرمون هو يساعد في التخلص من السوال وهناك العديد من الحشرات تنتج هرمون مضاد انتي دايوريتك هرمون مضاد لهذا الهرمون وهو مضاد للتخلص من السوال الحشرات التي تتغذى على نظام غذائي سائل مثل العصير النباتي أو الدم لديها فقط هذا الهرمون الذي يساعد في التخلص عن السوال اللي هو الشسمه اللي هو اسمه الدايوريتك هرمون الذي يساعد في التخلص من السوال والأملاحة الزائدة من خلال أنابيب مالبيجي اللي هي بمثابة الكيلة في الحشرات طبعا يتم انتاج هذه الهرمونات العصبية النيورو هرمون والتي تقوم بعملية الريجوليشن لهذا للسوال الجسمية تفرز من قبل الدماغ من قبل البرين ومن قبل الحبل العصب البطني ventral nerve cord من اين تفرز من البرين وال ventral nerve cord من اين تفرز من ناد من اين تفرز in the brain and ventral nervous system ويخزن يعني يفرز فيه الدماغ والجهاز العصبي البطني ويخزن فيه شنو يخزن في الكوربورا كارديكا والباليسيمباتيك أورغان هذا المانوتروبيك فاكتور تقوم بتحفيز المعدل ضربات القلب أو تسيطر على معدل ضربات القلب وكذلك تساعد في تخلص نبيبات مالبيجي أو نبيبات الكلا والجهاز الهضمي الكوربورا كارديكا سمي بهذا الاسم لأنه لأنه المنبهات أو المحفزات التي تحفز التقلص والانبساط توجد فيه مخزونة في الكوربورا كارديكا وتعرفون حضراتكم الكارديك هو معنى قلب فالكوربورا كارديكا جاءت اسميتها لأنها تحوي أو تخزن المواد تساعد في تنظيم ضربات أو تحفيز ضربات القلب كما أن الجزء الغدي من الكوربورا من الكوربورا كارديكا يعتقد بأنه هذا الجزء يفرز هرمون يسمى هرمون ارتفاع السكر تسكريد the hyperglycemic hormone that causes rapid الذي يسبب زيادة سريعة في مستويات التير هالوز وهو blood sugar of insects الجزء الغدي من الكوربورا كارديكا يعتقد بأنه يفرز هرمون يسمى hyperglycemic hormone الذي يسبب ارتفاع بالنسبة للفايرام اكينو ديرماتا أكثر الحيوانات التي درست من شعبة الاكينو ديرماتا هي الفيميل of starfish الفيميل of starfish والتي درست على نطاق واسع جدا هذه الوجدة ان فيها neuropeptide تسمى بالقوناد stimulating substance او تسمى بالقميد shedding substance وهي تفرز من قبل radial nerve الى body cavity لهذا الحيوان تقريبا هذا المؤفرز يصير قبل ساعة من spawning قبل ساعة من التفريغ من spawning هذا الـ gonad stimulating hormone او عفوا الـ gonad stimulating substance كان قد عرفه في اكثر من 30 نوع من انواع نجم البحر يتصل هذا الـ neuropeptide بالاوفري بشكل مباشر ويسبب تكمين مادة تسمى مثل ادنين وهو محفز لنضج البويضات وفقسها وقد ظهر هذا الهورمون نفسه في مبيض خوف ذو البحر وهو يعني هورمون وثيق الصلة بهذا الهورمون حيث ايضا يعزز نضج البويضة يعزز هذا الهورمون نضج البويضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر